اشتركوا في القناة ولكنه عطاء من بيت المال لمن قام بالصحة من مصالح المسلمين كالمدرسين والأم والأدوين والقضاة والأمراء وما أشبه واضح فليس هذا من ذات العجرة حتى نقول إن الأجرة على القرب لا تجوز بل هو من ذات العطاء من بيت المال لمن قام بهذا الوليد ولكن يبقى النظر فيما سألت هل يجوز للمؤذن والإمام أن يقول أنا أؤذن لأجل الراتب أو أأم الناس لأجل الراتب أشابه يقول لا لا تنهى بالمية هذه المية تخبط عملك تخبط عملك ولا يكن لك أجل من الأذان ولا أجل من الإمام ولا أجل من القضاء ولا أجل من التدريس بم أنك تدرس وأنك تقبل ما يأتي من الحكومة من الراتب يتصمي به على من الحياة فإذا فعلت ذلك فإن الغاتب لا وفوتك والمية الصالحة تقلك ولكن قد يغرب الشيطان ومئاد ويقول أؤذن لأجل هذا العطاء يدرس لأجل هذا العطاء فهذا قال فيه شيخ مستان لحمه الله إن من عمل عبادة لأجل المال فليس له في الآخرة من خلق لأنه نزل فلاه وصدق لأنه انتقاض أجله في الدنيا ولم ينبغي أن نبغى الناس إلى تصحيح من دينا